وعقب مباحثات القمة شهد الرئيسين السيسي وتي جانبينغ توقيع عدد من الاتفاقيات كما شهد الزعيمين التوقيع على عدد من مذكرة التعاون المشترك في العديد من المجالات من بينها قطة التطوير المشترك لمبادرة الحزام والطريق وتعزيز التعاون في مكان الابتكار التكنولوجي وتكنولوجيا الاتصالات بالضفة إلى عدد من مجالات التعاون الأخرى هذا ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي في وقت لاحق برؤساء عدد من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجالات متعددة حيث ستتم مناقشة فرص جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر